هذا الرجل السافل القذر المنحق لم يصل به الأمر إلى عملية السبل والشتم ردت عليها بعد الفيديو اللي عمله أول مبارح وفجئت بالأمس عمل فيديو تاني فجئت بالأمس أنه عمل فيديو تاني وواصل حملته القذرة والشرسة واتهاموا بأقزر الألفاظ وبأمر الاتهامات لنا وحاجة عيب وحاجة مؤرفة وحاجة إلة أدب يعني راجل يتآمر على الجميع راجل بقي أضحوك ومسخرة يبدو أن الراجل ده مصمم أنه يتهزأ مني كل يوم وعنتر عنتر يا عنتر 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 يا عنتر أرجو أرجو أن تكمل ما بعد المقبع الأول عنتر عنتر يا عنتر 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 يا عنتر يا ابني أنا قلت لك يا متخلف أني أنا عندما أناطح بلاش أناطح علشان أنت أحمر ما بتفهمش عندما أخاطب الجهلاء اللي زيك بختار من أخاطبه فما بحبش أختار الناس اللي مشكوك في روبليتهم لأن دايما وأبدا وأنا قلتها لك قبل كده طول مراجل نخ ونم على بطنه ما فوش فايدة أنا من الآخر عتقمل تطلع فيديو تشتم عمسح بيك الأرض عتقل لأدبك الكلمة بمية والعشر كلمات بمليون احنا أشرف منك ومن اللي جابك وطنيين ومحترمين وناس بنقدر وطننا وبنقدر بلدنا وعارفين قيمة بلدنا وعارفين قيمة وطننا وعندنا استعداد نموت فدى وطننا ومش محتاجين أن احنا نقول دا ولا نأكده علاكن خضر كلمتين هبل انت بتقولهم عشان خضر كلمتين هبل دا اسمه أنا مسميه الفيديو اللي أنا بعمله دا الفيديو الرديع اه أنا أسمي الليف دا اسمه الليف الرديع او الليف المنحق للرد على الرجل المنحق فللأسف الشديد انت خلاص انت مصر كلها آلة اللي كنت بسكريتة وعنتر عنتر يا عنتر 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 يا عنتر رد على الألاف اللي قالوا لك عنتر عنتر يا عنتر ما تروح ترد عليهم ولا تألف لك تألف من اللي أقرهم ولا من اللي رشاهم ولا من اللي خلاهم يشتموك ويهزقوك مش هم دولة برضي اللي ادولك لقب الرئيس الوحيد اول رئيس نادي في التاريخ اول رئيس نادي في التاريخ جمهوره يضربه بالبل دولة ما بيحرموك من الألقاب اللي انت بتحبها اه والله ادولك لقب اول رئيس نادي يضرب بالبول في التاريخ ودلوقتي ادولك لقب بسكليتة وهناك من يقول أجل وعملوا لك الأغنية الشهيرة عنتر عنتر يا عنتر 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 يا عنتر احترم نفسك واحترم شيبتك وخليك رجل محترم علشان خاضر يبدو انك انت مصمم تتهزأ وانا مع احترامي لكل الناس والأصدقاء اللي بيقولولي لا يليق بيك انك انت تنزل بمستوى الحوار لهذه الدرجة من الانحضاب انا بعشى الانحضاب انا بحب الانحضاب يتكلم اقسم بالله لمسه بالأرض ووري يعني انحضاب الراجل العجلة البسكليتة اللي مالوش لازمنا وانا مش عايز اكتر في الكلام لكن كل ما يتكلم اقمع الدينه في جنابه واعلموا الادب هو واي قذر زيه هو واي واحد قذر زيه هو واي واحد قذر زيه وبقولها تاني لان يبدوا ان الحملة اليومين دول موجهة ومصرف عليها ارشين كويسين وطلعوا الناس من دخورها وخلوا اللي يسوه اللي ما يسواش يتكلم لكن على مين احنا اللي على راسنا ببها ولا بنقبض من يمين ولا بنقبض من شمال والكلمة بمية واللي عايق اللي ادبه عايخد بالجزمة احنا بنتكلم في قضية محترمة اتردوا علينا باحترام عن رد باحترام اللي يرد بتجاوز هياخد فوق دماغه وقول هالكم تاني محدش يكلمني مع راجل سافل زي ده عن اخلاق او احترام رحم اللهم رئن عمل الناس على قدر عقولهم والرجل السافل ده انا بعمله انه سافل وبتعامل معانه راجل منحق وبتعامل معانه راجل قذر وبتعامل معانه راجل اضحوقة فاطلع كده تسلى عليها وبهدله وامسح بالارض واتحك عليه شوية واتمألس عليه هو ده اخره راجل عبيض عارف راجل عبيض يعني ايه؟ راجل عبيض رسمي والله على رأي مش عارف مين شو كلوله تألقاب الكرة الارضية ركبته شو كلوله وأجله وبسكنيته وعنتر عنتر يا عنتره او الله العظيم ده انده دم تل زيه بينتهر يتوارى عن الارضار يختفي والله العظيم راجل ما بيتربي ولا يعرف حاجة عن التربية ودي بحلف لكم بالله وعشان طلع يتكلم مبارح ادي الردية الصعصعين ويتكلم تاني ياخد على جنابه الحاجة اللي عايز ارد بيه على مرتضى مرصور مرتضى مرصور عمل فيديو مبارح وقال لك اخبار رجل المخابرات القطري وابو زنيمة وابو المعاق زكي ومش عارف مين بعت رسالة وقالت الناس اللي بيتعاملوا معايا في مصرح سمينكم وهاد للعتال وابوه والاستاذ ممتوذع عباس والاستاذ ايمن ممتوذع عباس والاستاذ زمكدا العتال والاستاذ هاني العتال والاستاذ احمد سليمان والاستاذ مصطفى عبد الخالع وطبعا وانكن ابو المعاطي وAB النصر زدان يا عم هو احنا مفيش غيرنا بتقع مخابرات يا عم يا عم ما الاجهزة مالية الدنيا يا عم ما تبقيت بعد عامنا يا عم احنا عملنا لك ايه بس قاعد كل شوية مخابرات ومش مخابرات وكلامها بل وعبيض محدك بيصدقوا يا عم في ايه يا عم وبعد كده انت بتقول دلوقتي الولد اللي كان بيدي لك المعلومات او اللي كتب مات طب احنا دلوقتي هنجيب دليل الادانة منين ما الواد مات وبص يا جماعة كانت تضحكوا قال لك ايه الواد مات وبعتلي الرسايل طب بعتهم لك من جهنم الحمرة بقى ولا من سقر في الترك الاسفل من النار بعتهم لك منين بقى بعتهم لك منين يعني عايز افهم الواد اللي مات بعتلك الحاجات بتاعت التخابر دي والكلام الاوامطة اللي انت بتقوله حضرتك بعته من جهنم ولا من انه حده في جهنم يعني مثلا انا ما شفتش كده يا جماعة في الدنيا وانا بوجه كلامي للمسؤولين في الدولة يا جماعة قد يكلمه ويقوله ايب يقوله ايب موضوع انك تتكلم بشكل زي كده وتقوله خبرات واختراق وكذا 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 ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش يعني اللي بيحصل يا جماعة ارجوكم حد يكلمه يقوله بط الهبل يا أستاذ مرتضى منصور بط الهبل ولو اي دعبس انا بنا عايز احرف لو اي دعبس طرق ايه في الشبكة وبعد كده نفس اعرف ليه مش قادر تجيب اسم سمن مصري ودايما تقول البت الرقاصة اموت واعرف ويقولك الودي اللي اسمه محمد مالوش ابو ولا جد محمد ته ومات وابو زنينة شال وإحنا في اللايف يا جماعة مات وإحنا في اللايف اهو اهو الاستاذ محمد فريد الحارون بيقولك احنا كجمهور زم الكاو زيئنا من التجاوزات وحب الزات اللي وصلت لدرجة المرض ودعي يكون طبعا في اول ظهورني في القناة يا ترى بقى الجزء التاني عايطمع امتى عا كان الناس مستني الجزء التاني من الهبل والعباب بتاع شبكة المخابرات ومش عارف ايه مش عارف سما خايف انت ليه من السما المصري انا عايز اعرف خايف ليه من السما مش قادر تجيب اسمها ليا مش قادر تجيب اسمها ليني فتعرف ما انت اسد وراجل محترم ومالوهجومك ما تجيب اسم سما المصري ما تجيب اسم سما المصري والله أنا مش عارف يعني يا جماعة الموضوع ده أرد عن إزاي يعني موضوع قضحوك أو هبل فعبط ومالهوك أي ستين ثلاثين لازمة